العرش الذي تتربع عليه شركة جوجل في مجال محركات البحث بات مهدداً والسبب OpenAI فالشركة الأبرز في مجال الذكاء الاصطناعي عبر أداتها تشات جي بي تي تعمل على تطوير ميزة تمكن المستخدمين من البحث في الويب واقتباس المصادر في نتائجها وفي التفاصيل فإن تلك الميزة ستمكن المستخدمين من طرح أسئلتهم وتلقي إجابات مع تفاصيل إضافية واقتباسات من الشبكة مثل ويكيبيديا والمدونات كما تتيح الميزة أيضاً الصور إلى جانب الردود الكتابية فمثلاً إذا سأل المستخدم تشات جي بي تي عن كيفية تغيير مقبض الباب سيحصل على إرشادات وصور توضيحية للمهمة هذه الأخبار تعني أن أوبن إي آي تريد مزحمة جوجل ومحرك بحثها جيميني القائم على الذكاء الاصطناعي فضلاً عن محرك بيربلكسيتي الذي أظهر قوته في مجال البحث ليقفز بقيمة الشركة الناشئة إلى مليار دولار الخبراء يتوقعون توفر ميزة تشات جي بي تي الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لكنهم يتوقعون مقاومة شديدة من جوجل الرائدة في مجال البحث على الإنترنت لأسيما مع اقتراب موعد حدثها الخاص بالمطورين حيث ينتظر أن تكشف العديد من الميزات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي معنا في الاستوديو الخبير التكنولوجي أيمن عيتاني صباحك الله بالخير أهلا وسهلا الحمد لله أنا تمام أنت كيفك اليوم؟ تمام تمام طيب إحنا حاب نتكلم اليوم على محرك البحث الجديد لأنه يعني إحنا بنقول جوجلها أصلاً لما ندور على شيء جوجلت جوجلها إيش بنقول المرة الجاية؟ كيف ممكن؟ إيش بنسميها؟ هلأ هو كله موضوع مصاريمة مثل العادي يعني في 200 مليار دولار بالسنة مردود دعائي من وراء محرك البحث فوق 91% لجوجل فكل هالمؤسسات بدأت أخذ كتشة من هالم 200 مليار دولار بالسنة طبعاً ليش جوجل بس يعني أكيد بنغار وبدنا إحنا من القطعة من الكيكة صح ومن الشركات الصغيرة للشركات الكبيرة مثل مايكروسوفت وأبل وغيرها ما عم يقدروا فوق الـ 15-20 سنة عم يحاولوا ما حداً عم يقدر ينافس جوجل سوظفوهن كانوا ديكاترت بي اتش دي فكان تقنياً يلي عملوه متأسسة صح متأسسة صح حون ديفا ومع الوقت كمان كل ما يكبر المعلومات فيها والناس تستعملها أكثر كل ما هي تتحسن الخدمة بصير أفضل وأفضل يعني وبعدين لما نكون مشهورة مثل ما اتفضلت من جوجلها يعني أهلي بيستعملوها دولات بيستعملوها كله بيستعملها يعني فمنشان هيك كمان صعب أنه غيروا ينافس فيها يعني بس التكنولوجيا هلأ عم تتغير وذلك هي الإصطناعي عم بلعب دول كتير كبير وتشات جي بي تي من أولا منشان هيك مايكروسوفت أصلا يعني هني بدت نافس مايكروسوفت من زمان حتى بي لجوجل حطت كذا مليار دولار بي تشات جي بي تي أول لأنه لأت أنه هيدا بتقدر تاخد خطوة كبيرة لتنافس فيها مع جوجل بنشوف إحنا كثير تطبيقات بتطلع أو أدوات بتطلع وبتضرب وبتنتشر وبعد كذا بتهدى وخلاص بعد أحد يسمع عنها الاستمرارية إيش تتطلبهم؟ ممكن الآن يسووا إعلان ويكسر الدنيا وأوبن أي آي وذكاء إصطناعي ملاحظتك بمحلها عمها لأنه في كتير مؤسسات مثل ما تفضلت وقلتها بيكبروا من نسمع فيهم كتير وبعدين بيخطفوا ما في شي مثل بي يميز تشات جي بي تي وشركة أوبن أي آي أنه عند مليارات الدولارات فمعهم سنين يحاولوا ويجربوا وينفسوا وفي مؤسسات كتير كبيرة وراهن في دول كبيرة عم تجرب تشتغل تكون معهم كمان فمعهم في نفس طويل لا يقدر يكبروا هذا واحد اثنين نحن نفكر على جوجل شو عم نعمل نحن عم نبحث بس هي يعني في في ثلاث خطوات أول شي نتائج تاني شي نحن عم نحلل يعني عم نقرأ عم نقرأ المانوات وعم نطلع بإستنتاج من هالبحثين لقينا جوابنا بي تشات جي بي تي وغيرها بس عم نبحث هو عم يعمل كل شي هو عم يفتش نتائج هو عم يحلل هو عم يعطينا إياها خالصة فمشان هيك في مجال أنه ينافس مع جوجل في حال لعبوها صح طيب مصادر شات جي بي تي بتكون من فيل لأنه يعني إلى الآن متداول هذا الموضوع أنه أحيانا المصادر ومات بتكون صحيحة بتكون يعني غير مصادر محرك البحث جوجل هل هي الإنترنت كلها صفحات وصور وفيديوهات على الإنترنت ومحرك البحث هو يدرس هذه الصفحات ليحلل وين أي صفحة يعني مثلا مها بهالوقت طرعة حكت على هذا الموضوع فهو المحرك بيفكر وبيعرف وين هذه الصفحة موجودة فهو جوجل هو أقوى واحد فيها في مايكروسوفت عندهم عندهم هني بسموه بينج لقلهم هني يعني ما أنه ناجح تجاريا أد جوجل بس إني بعلاقتهم مع تشات جي بي تي وشركة أوبيني اي وحاطين هالفلوس وعم يستعملوا تقنيتهم وعم يحسنوا فيها لحتى يقدروا يدرسوا الإنترنت يعني هو تشات جي بي تي بلع الإنترنت بصوره وبكل شي وحللوا وشو ما تسأليه بجاوبك أوكي طيب إيش اللي بيكون فيه مختلف عن جوجل إيش اللي يعني إيش اللي بيخلي الناس بتروح على تشات جي بي تي تبحث وما بتروح لجوجل يعني مثلا هلأ اليوم إذا أنت هلأ جينا نحن عصي فيه ومسافرنا على إيطاليا وبدك تشوف خمس مطاعم ومحل تروح فيه وكل شي هون لك بحب شي بإيطاليا على جوجل إنه وين في محلات نأكل فيها بإيطاليا نروح عليها وهيكي عندك نتائج 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 هتفتشي فيه وتشوفي هالمطعم تلعب هالخمس محلات أكتر من غيره هالكي تدرسي وتعملي بتشات جي بي تي بتقولي له وين بيقولك أنا ارتاحي معه أنا هقدرس وحلل وليك هالتلاث مطاعم لأكتر شي هلأ تسأل عنه وأولادي قد دعونه من هالعمر لكي في هالخمس محلات وهيكي وهالروابط في حال حي بتتأكدي مني كويس أمني أنا كتشاتشي بتي هيد الروابط فوت يشوفي تطمني أنت لحالك فبيخفف علينا الوقت والتحليل والقراءة طيب متى المفروض يكون موجود يعني إلى الآن الفكرة يعني بيتكلموا عنها وبيعلنوا عنها متى بنشوفوا على الأرض الواقع لهو كي مفروض اليوم بس في حكي أنه فيه تأجيل شوية لأنه بعد لا تكون حاضرة كمان بس الأكلوب اللي نافس لأنه يعني بـ 14 شهر جوجل كمان عنده أعلنات معينة وتعرف هذه المصلحة يلي بيسبق عن الثاني قبله يلي بيغطب الأعلام قبل الثاني عم يجرقوا هلأ هالأسبوع في كتير حركة بهالموضوع ما طيب التطبيقات السوشال ميديا كيف ممكن تستفيد من محركة البحث الجديد هذا هلأ التطبيقات السوشال ميديا هني كم أساسات مثل فيسبوك ومتا وإنستغرام وتيك توك وغيرها هني عالم خاص لقلهم هاي المعلومات معلوماتهم هني معلوماتنا يعني هني معلوماتهم هني موجودين هني فيها يستعملوها عم بحاولوا هني يعملوا منافس خاص لقلهم هني يعني بعضهم مش هيكونوا من ضمن عائلة أوبني آي وشاتشي بيتي يعني بس هني معلوماتهم موجودة وعم بستعملوا بس مأخرين بعد شوية هلأ بعدنا راس براس مع جوجل لأن المصاري أكتر هناك بس واصل دورة أوكي في ملاحظات كثير أنه أوبن آي باللغة العربية يعني غير متطور وما في مقارنة أبدا بينه بين اللغة الإنجليزية لماذا لا يدعم اللغة العربية هلأ هو بيدعم اللغة العربية بطريقة بطريقة معينة وعم بيتحسن هلأ في كذا موضوع أول شيء نحن المعلومات اللي على الإنترنت باللغة الإنجليزية كتير أكتر من معلومات باللغة العربية بس هو يدرس ويخبرك يعني بيدعمدوا يدرس من الكتاب الكتاب Yeti ناقص فكلما يكون في معلومات أكثر باللغة العربي كلما هو بتحسن ويأثر مثلما يعني بأثر مثلوه في 등يو مثلو غيرو بس كمانوما جربته مسان سألته لا شلى تبتل튼ته بتحكي لبنين يخبرني يحكي كيف لولايب أنا أحد يحكي بلوشتك وهيكuyه أحد يتحصل على بالليبنين يستمع فهو يدرس الإنترنت يشوف الحك бол share كيف تحكي ويحكي ويحكي كيف أولادنا يعني بيتعلمون بيسمعوا من حواليهم ويجعوا ويحكوا نفس الحكة ونفس اللحجة نفس الشيء تشعر بيتين مهم يمد جيب البعلومات بقولوا كلمات جداوية أعلموا شوية أسرار طيب محركات البحث الجديدة لها عيوب ومزايا يعني كم يمكن نقول مقارنة واحد اثنين واحد اثنين بدنا سنتين بعد الأدامة نقول نحن تعرف شو هلأ نحل الموضوع البحث يكون بطريقة منيحة ومرتاحة بالذكاء الاصطناعي هلأ بعدنا بالأول حتى جوجل عندها هي ذكاء الاصطناعي الخاص فيها يلي فيه شوية مشاكل بس لأنه جوجل كبار تعرف غلط الشاطر بألف إنه فيها مشاكل كله الناس حكتهم لا منه منيح وهيكا لا هو تشات جي بيتي أول ما طرع فيه كمان مشاكله بس لأنه أصغر من جوجل أرحم شوية الناس كانت فيه فبدنا سنتين لكل يكون قلع مزووط ولأينا أكترية المشاكل والحلول ولتكون ناس تعودت أكتر على كيف تستعمل هم حركات البحث يعني يمكن إحنا حتى لو لاحظنا فيه مشاكل في جوجل بس فين نروح غيره يعني مضطرين عليه ما في غيره بنقبله بنقبله بعيوب وبمشاكله بكل ما فيه ويمكن حتى التعود على استخدامه تتوقع قد إيش يحتاجه وقت عشان الناس تبدأ تتعود على المحركات الجديدة لا حمشي معي كلهم خيرا تتبر اليوم يعني اليوم هلأ اليوم طلعوا تشاتشي بيتي أفضل وأحسن محرك بحث بالذكاء الاصطناعي بدنا من ثلاثة إلى خمس سنين ننبلش لأكترية يستعملوا ليتعودوا عليه للجديد وهيك لأنه مثل ما تفضلت بقلت نحن معودين عليه النتائج موجودة موجودة على تليفوناتنا بالكمبيوتر بالشغل بالمكتب بالمدرسة يعني هذا كلهم معودين عليه والأساسي بيستعملون بالمكتب بيستعملوا فبدنا نوقع شوي لناس تتعودوا وتغير عليه لأنه شكله غير وتطبيق غير وكل شي غير يعني فمن ثلاثة إلى خمس سنوات بيتغير وهذا عم نحكي جوجل ما عملت شيء قعدت خمس سنوات قعدت ما تحركت وهنا نحن بنعرف معهم مصاري كتير معهم ناس كتير بتفهمه مش قاعدين هني عم بيحاربوا ولا يدل يحسنوا طيب بس باختصار جوجل ما رح تسكت بسوقها وملعبها ويعني هذا خطر قادم عليها إيش تتوقع تسوي هني في 2017 هني عملوا أول شيء ذكاء إصطناعية أول ناس بس هني ما كتير بدفشوا فيه لأنه ضد مصلحتهم وضدوا فلوسهم بس هلأ وعيوا أنه ما عندهم الحل إذا ما تتحركوا الناس ما تجي تاكلهم فحيعملوا شيء كتير كبير يلي حدل فيه أسفة منيح من الناس عم يستعملوا بس ما نعرف هذا الشيء الكبير بدلوا سنتين لا يكون نبلش مظبوط بيّن مظبوط مظبوط طيب وكل ما طلع شيء بنتكلم ونعرف إيش سووا شيء جديد أرهب أتكلم البحافة أيمن على وجدك معنا اليوم شكرا شكرا لك